السلام عليكم يعطيكم العافية الثالث حبايبي اليوم بدنا نكمل مع بعض ان شاء الله درس قياس الكتلة كنا بدأنا فيه مبارح حكينا ان الكتلة هي مقدار ما يوجد في الجسم من مادة وحكينا ان الكتلة تقاس بوحدتين اول وحدة اللي هي الكيلوغرام ثاني وحدة اللي هي الغرام وحكينا ان الكيلوغرام الوحدة تساوي 1000 غرام اليوم بدنا نجي مع بعض طبعا حلينا زي هيك تمارين اخترنا وحدة القياس المناسبة لكل شكل او لكل صورة موجودة عنا اليوم بدنا نحل تمرين جديد وحلو اللي هو طبعا بصفحة 107 خلينا نشوف شوه التمرين اقدروا كتلة الاشياء الاتية باستخدام الكيلوغرام لاحظوا حدد لي حدد لي الوحدة اللي بدي اقيس فيها الكيلوغرام يعني ممنوع نستخدم الغرام بدي اقدر بالكيلوغرام الان اول اشي الخروف الخروف شو بتتخيلوا قد بده تكون كتلته شو رأيكم مثلا الخروف ممكن يكون ثلاثين كيلوغرام طبعا ثلاثين كيلوغرام مع الثلاثوف اللي عليه مع اجراءه مع كل اشي فيه يكون ثلاثين كيلوغرام وبس ينذبح وينسالخ بوزن اقل يوزن اقل ممكن يوزن خمسة وعشرين او اربعة وعشرين كيلوغرام الكرسي شو بتتوقع بدها تكون كتلته ممكن يكون اربعة كيلوغرام خمسة كيلوغرام ستة كيلوغرام طبعا هذا الموضوع برجع للتقدير يا ثالث هذا الموضوع برجع للتقدير ما فيش انه قياس رسمي احطلكم اياه تقدير فالكرسي ممكن يكون اربعة كيلوغرام او مثلا خمسة كيلوغرام خلينا نعتبره خمسة كيلوغرام طبعا الكرسي الخشبي طيب كتلة اللاعب كتلة الانسان تقاس بالكيلوغرام لاعب اللاعب هاد شو بتتخيل بدها تكون كتلته برافو عليكم مثلا خلينا نحكي سبعين كيلوغرام سبعين كيلوغرام او خمسة وسبعين او ثمانين كيلوغرام الان اقدر كتلتي كل حدا فينا بده يقدر كتلته حسا بالنسبة لصف ثالث انا بتخيل انه متوسط القياسات عندكم بدها تكون الكتلة طبعا انا أتمنى لوَ كل طالب يكون هو نفس قاس كتلة نفسه أو توزن يعني هس بدي أفترض انه اه الكتلة عندكم مثلا 23 كيلوغرام معينه طبعا في طلابان quaisم اذكريتهم هذول يهدو يوزنوا العشرين كيلو يهدو بيوزنوهم يعني المستوارين كيلو من الذكور و من الاناث بس بدنا نفترض انه الكتلة المتوسطة لكم 23 كيلو غرام فكر أيهما كتلته أكبر 3 كيلو غرام من التفاح لاحظوا 3 كيلو غرام من التفاح ولا 250 غرام من البرتقال الآن لاحظوا يا ثالث هو ما عملش إشيء كثير بس إنه خربطنا مرة حطلنا القياس بالكيلو غرام ومرة حطلنا القياس بالغرام الآن بما إني أنا شاطر وبعرف إنه الكيلو غرام الوحدة الكيلو غرام الواحد يساوي ألف غرام بكون عارفة إنه 3 كيلو غرام تساوي 3000 غرام تمام يا ثالث بما إني عارفة إنه الواحد كيلو غرام تساوي ألف غرام وهذا السؤال مهم بما إني عارف إنه الواحد كيلو غرام بدأت تساوي ألف غرام إذن الثلاث كيلو غرام بتساوي 300 غرام إذن الاثنين كيلو غرام بتساوي ألفين غرام إذن الخمس كيلو غرام تساوي 5000 غرام تمام يا ثالث فإذن هنا بدنا نقارب بدنا نقول الثلاثة آلاف غرام هل هي أكبر من 200 عفواً 2500 غرام وبسألنا أيهما كتلته أكبر الثلاث كيلو غرام ولا الـ 2500 غرام هنا الثلاثة كيلو غرام حولناها لقياس الغرام فصارت 300 أو 3000 غرام شو رأيكم من بدو يكون أكبر الثلاث آلاف غرام ولا الـ 2500 غرام برافو عليكم إذن كتلة التفاح أكبر كتلة التفاح أكبر أكبر طبعاً شو عملت يا ثالث حولت القياس الكبير اللي هو الكيلو غرام للغرامات لأنه أنا بعرف إنه الكيلو غرام الوحدة فيها 1000 غرام الآن عندي هون أيهما كتلته أكبر الـ 1 كيلو غرام من التفاح أم الـ 1 كيلو غرام من القطن فسر إجابتك عندي 1 كيلو غرام من التفاح يعني 1000 غرام تفاح 1 كيلو غرام من القطن يعني 1000 غرام من القطن من برأيكم بدها تكون كتلته أكبر هسا كيلو التفاح ممكن يكون فيها لما تكون كيلو ممكن يكون فيها أربع أو خمس حبات تفاح حسب حجم الحبة أما كيلو القطن فهي ممكن تيجي كيس كبير بس هون يا ثالث بما أنه قصنا بالكيلو غرام وهون عندي الكتلة 1 كيلو غرام وهون 1 كيلو غرام إذن بدهم يكونوا متساويات والفرق بيناتهم بالحجم الفرق بينهم بالحجم يعني التفاح لأنه مادة ثقيلة مادة ثقيلة فماله كم حبه بوزنه كيلو بعطوني كيلو أما القطن لأنه أصلا هو مادة خفيفة فكيس كبير كثير ويا دوب يوزن عندي الكيلو عرفنا؟ فالفرق هون يا ثالث بدهم يكون بالحجم بس بالحجم أما الكتلة من كتلة أكبر من الثاني فلا الثنتين كتلتهم متساوية ليش؟ لأنه هون 1 كيلو غرام من التفاح وتساوي 1000 غرام وهون 1 كيلو غرام من القطن وتساوي 1000 غرام إذن بنحكي متساويات والفرق في الحجم فقط بس الفرق بالحجم يا ثالث نيجي لصفحة 108 أكتب أسماء الأشياء الآتية مرتبة تصاعديا فهم السؤال نصف الإجابة حسب كتلتها تصاعديا يعني من الصغير الكبير بدنا ندور على أقل كتلة ونبلش فيها في عندي عصفور في عندي حصان في عندي دجاجة في عندي ثيل في عندي نحلة مين برأيكم كتلة أقل؟ برافو عليكم النحلة النحلة طيب مين كتلتو أكبر من النحلة بس بشوي؟ برافو عليكم العصفور هسا خلصت النحلة وخلصت العصفور ضل عندي حصان ودجاجة وفيل مين برأيكم كتلتو؟ أكبر من هذول بس بشوي برافو عليكم الدجاجة مين برأيكم كتلتو أكبر شوي؟ أحسنتم الحصان وأكبر إشي ألفيل كتلة ألفيل وبهيك بنكون رتبنا ترتيب تصاعدي النحلة العصفور الدجاجة الحصان الفيل بهيك الثالث إحنا أنهينا درسنا على الكتاب رح ننتقل مع بعض للدوسية والآن الثالث إحنا بالدوسية صفحة 35 طبعا الدوسية الصفحة هاي هي واجب منزلي التاريخ 16-12-2020 في عندي هون طبعا تذكير بالكتلة مقدار ما يوجد في الجسم من مادة وحدات قياس الكتلة كيلو غرام ورمزه كاف غين والغرام ورمزه غين الآن قارن بين كتلة المواد الآتية بوضع إشارة أصغر أو أكبر أو أصغر أو يساوي في المربع بتكون تشوفوا مين كتلتو أكبر وتفتحوا الإشارة عليه مثلا أول وحدة بدي أحلها عندي هون أربع كرزات حجمهم متساوي وهون كرزتين مين برأيكم كتلتها بدا تكون أكبر الأربع ولا الثنتين وهما كلهم نفس الحجب برافو عليكم الثنتين العفوة الأربعة إذن بفتح الإشارة عليه هنا نفس الإشارة الثالث ننتقل للسؤال اللي بعده ما وحدة قياس كتلة كل مما يلي بدنا اسم الوحدة يعني يا كيلوغرام يا غرام لاعب كرة القدم شو رأيكم شو بدي أقيسه بالكيلوغرام ولا بالغرام برافو عليكم بالكيلوغرام الخروف برافو عليكم بالكيلوغرام الألماس الألماس والذهب والفضة والأقلام والمعادن كلياتها برضو تقاس بالغرام وباقي الأمثلة بتحلوها أنتو يا ثالث تدريب الثالث أكتب أسماء مواد تقاس بالكيلوغرام كثير أشياء تقاس بالكيلوغرام كل الخضرة وكل الفواكه وكل الأشياء التلفزيون الصوبة الطاولة كل إشي بنستخدمه يوميا أو معظم الأشياء تقاس كتلتها بالكيلوغرام فسهل كثير أن نكتب أربع أشياء تقاس كتلتهم بالكيلوغرام بهيك أنهينا درسنا يعطيكم ألف عافية ثالث